يوما بعد اخر تكتمل مظاهر عودة الحياة الى مدينة المخى الساحرية التي ذاقت ويلات حرب فرضتها ميليشيا الحوث والمخلوع الانقلابية ينظم الشباب هنا دوريا ليليا لكرة القدم لشغل اوقات فراغهم وابتهاجا برحيل الميليشيا الانقلابية عن مدينتهم ااملين بغد افضل يلبي طموحاتهم وينصف احلامهم التي غمرها النسيان الرياضة بدأت في المخى قديمة جدا وتأسس نادي الميناء في عام 1973 يعني الان لنا اربع عقود من بداية الرياضة في المخى وكانت المخى مشورة بالرياضة التنس بالرياضة السباحة في كرة القدم وصلنا الى مستويات كنا في الدرجة الثالثة في اثنال قبل الوحدة وبعد الوحدة وصلنا الى المركز الدور الثاني تقريبا اضافة الى لعبة كرة القدم يمارس الشباب لعبة شد الحبل والعاب اخرى يتنافسون فيها بروح رياضية كما يحظى اللاعبون برعاية صحية واسعافات اولية من قبل فريق طبي متخصص في حال تعرض احدهم لاصابة ما فريق طبي تبع الهلال الاحمر الذي يشتغل في مستشفى المخى قدموا لنا دعوة واتينا الى هنا عشان نساعد اخواننا الذي يقومون مباريات هنا من ابناء المخى عودة شاملة لمظاهر الحياة والفرح والابتهاج على هذه الارض المحررة التي تحاول محوى اثار الحرب وفصول من معاناة فرضتها الميليشية على معظم السكان اشتركوا في القناة